السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وأول حلقة من حلقات الصيف الجميلة طبعا الجو دلوقتي بدأ يبقى حر جدا والجو الحر محتاج إيه؟ محتاج إيس كريم وعصير فريش أو حاجات كده جميلة عشان كده النهاردة هعمل لكم إيس كريم الفراولة اللذيذ جدا جدا بطريقة بسيطة ومكونين اتنين بس يلا نبدأ بسم الله ونشوفها نعمله ازاي المكونات بتاعتي ببساطة عبارة عن فراولة أكون حطها في الفريزر على أقل ساعة أو اتنين قبل الاستخدام ومعي حليب مكثف أنا لسه عامل معاكم الحليب المكثف منزلها على القناة مبارح هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف للي حافي بيشوفه أضرب الفراولة بتاعتي في الكبه كويس جدا طبعا بدون ما أضيف لها أي سوايل وهضيف عليها ربع كمية من الحليب المكثف يعني عندي 400 جرام من الفراولة عليهم 100 جرام من الحليب المكثف ممكن تعملي بالجرامات او انك تستخدمي بالكوباية بعد ما تضرب الفراولة عائلة هي قدي بالظبط بس بعد ما تضربيها وحطي ربع كمية حليب مكثف هطيت الحليب المكثف وضربتهم كويس جدا مع بعض وبس كده خلاص هحطهم بقى الفعيل بدلوقتي محكمة الغلق ودخلهم الفريزر لمدة 7 أو 8 ساعات في بقى خطوة اختيارية ممكن تعملها او ما تعملهاش بس هي بتدي كده نعومة وقوام حلو جدا جدا للأيس كريم وهي ان انا بعد ما دخلوا الفريزر بساعتين اطلعه وحطه تاني في الكبه بتاعتي واضربه ضربة كمان يعني هو لو زي ما انتم شايفين كده بدأ يجمط خلاص معي في الفريزر بقاله ساعتين في الفريزر بدأ يجمط هحطه تاني في الكبه واضربه كويس جدا بعد كده رجع العلبة تاني وهتكمل بقى تجميده في الفريزر لحد ما يخلص المدة بتاعته حوالي 8 ساعات لحد ما يجمط معك خالص واضرب العلبة بتاعتي بعد ما قاعدت 8 ساعات في الفريزر تعال نشوف بقى الايس كريم اللي جوه الخطير بتاعنا شكله عملي ازاي ادي الايس كريم بتاعنا شايفين شكله جميل جدا ولونه رائع شايفين القوام بتاعه مثالي جدا ممكن بقى تعمليه بناكهات كتيرة يعني ممكن تعمليه باي فاكهة بقى منجة او اي فاكهة تانية انت تحباها او خوخ او كده عادي براحتك خالص بنفس المكونات ونفس المقادير تقدر تعمليه اي اي اس كريم انت عايزاه بيطلع مثالي وطعم متحفة جدا جربو ان شاء الله يعجبكم كده حطيته بقى في الصنايب بتاع التقديم وحوالي كده حبة من الورد المجفف وقدميه طبعا بالطريقة اللي تعجبك اتمنى تجربو ان شاء الله يعجبكم ما تمنسونيش بقى افضع وحلو في الايام المفترجة ديت واشوفكم على خير بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته